أول مدرسة بالجامعة الأمريكية صحفية كاتبة وشخصية فعالة بمجتمع أمينة الخورة مأدسة بنت طرابلس اللي خلقت سنة 1876 وكانت اسم مرادف للتربية ولكتابة قصص الأطفال بداية القرن العشرين كانت بداية النهضة الفكرية والأدبية والنضالية للنساء وأيضا بداية الاهتمام بعالم الأطفال اللي كان شيء ثانوي لبل ما كان حدا يعطيه أهمية أمينة كتبت قصص للأطفال وخصصت بمجلتها مورد الأحداث ملحق خاص فيهم امرأة استثنائية قضت خمسين سنة من حياتها بقطاع التعليم اللي كان بالأساس من ضمن جو بيت أهلاء أشقاء أمينة جريس وأمين المأدسة من أشهر وأهم المدرسين بوقتهم وشكلها الثلاثة نهضة كبيرة بقطاع التعليم شرف العمل هيك كان عنوان خطابة بحفل التخرج وهالشعار ما كان حبر على ورق لبل كان شعار وفعل سنين من العمل الاجتماعي والتربوي والأدبي توجتهم بكتبين الأول بعنوان حياة أربع من شهيرات النساء لانطبع سنة 1926 وخبرت فيه قصة أربع نساء عملوا فرق كبير بالمجتمع أما الكتاب الثاني كان بعنوان حاملات النور اللي دونت فيه سيرة ذاتية لنساء رائدات من عصر ونشر هالكتاب سنة 1958 بسنة وفاتها وبمؤدمة هالكتاب كتبت أمينة وقالت ما من شك في أن شرقنا العربي ولا سيما في لبنان يعجوا بحاملات النور اللواتي يبددنا الظلمة التي ينشرها الجهل وكملت وأعلت هناك بعض من من جمعتوا سيرةهن الذاتية لإحياء ذكرهن للأجيال القادمة واليوم عم نذكر أمين الخور مأدسة لأنها كانت وحدة من حاملات نور الثقافة بمجتمعنا اشتركوا في القناة